كيف يستطيع منتخب مصر أن يفوز على منتخب غنة وفنياً وكل حاجة؟ الرغبة يعني تمام الرغبة والإصرار والحماس طبعاً لأنه ده كان واضح في المباراة الأولى بالضبط بص أولك حاجة أنت ما تقدرشت الكلام على حد فنياً لا دي كل اللعيب اللي في منتخب مصر سواء احتياطي أو موجودين فنياً وحلول فردية وحلول جماعية ومسلسات في الملعب وطرق لعب مختلفة وتلعب مش عارف بالطريقة حتى لو كانوا يحشين في المطش اللي فات حتى لو كان أي حاجة الرغبة موجودة فإذاً كل ده علي لو ده علي مع الرغبة اللي أنا بتكلم عليها لا هتكسب وتكسب مستريح كمان ما فيش مشكلة عندك شازمة أه طبعاً الناس تقول أنا براح قلت أنا قلت يا جماعة إحنا ممكن جداً جداً بكرة نكسب أنا وجهة نظري شايف أنه ممكن نوصل لتلاتة والله لأن أنا عادتت فراجت على أنا مكنتش فراجت على مباراة غينة وكاب فيردي لأن كنا على الهواء هنا كنا ما كنت معنا عادتت ريفو كنا على الهواء هنا فأنا ما فراجتش عليها غير تاني يوم أو حاجة فشفت أن المتخب غينة أو متخب كويس وكل حاجة بس مش غينة بس مش غينة جماعة والله وإحنا بس الإسم لسه الإسم بس هو مباراك لاسيكية ما بين القوتين كبيرتين وكل حاجة وإحنا أقوى بكتير بس أنت أقوى أقوى بكتير في مستوىك العادي بلاش العادي 70-80% هتكسب يعني هتكسب مستريح طب كويس الحمد لله أنا لقيت حد من لا والله إحنا عندنا تاني هقول هلك يمكن أنا شدين شوية على صلاح بس في الآخر صلاح لعبة مهمة جداً انت بتكلم في أحسن العيب في العالم ما احترامي للاختيارات واللي بيحصل الأوانطة اللي بتحصل دي سباك منها صلاح أهم العيب في العالم أحسن العيب في العالم دلوقتي يبقى أحسن العيب في العالم بتطلعه لا أطلعه لو مش في حالته أوكي ماشي آه يعني ده مصمم برضو ده ممتاهي لما أنت أخذ بمدن نسبها لي بص أنا مدير المكان طبعاً منتهي ما فيش حد أعلى مني كمدير فني أين كان هو من العيب مين بس في الحالة دي أنا بتكلم ان انت لازم لا أحسن العيب في العالم ده لو وصلنا به 80% اللي انت قلت عليها احنا روحنا فين لنقلنا نقلة تانية خالص مش محمد بقى كل اللعيب تريسي العيب مهم جداً جداً لو وصل في حالته 80% هيفرق معك كتير جداً مصطفى محمد الوحيد اللي بيحاول صراحة يعني مجتهد جداً وبيحاول يبقى موجود في كل حاجة ناس في نص الملعب لو عملت 80% من مستواها عمدي فتح ده لو 80% من مستواها انت بتبقى نقلة تانية امام عشور نقلة تانية النين نفسه نقلة تانية كلهم انت بتحقق هلله اي حط اي ثلاث بس أنا بكلمة لازم بيبقى الحالة الزهنية والتركيز والرغبة موجود لازم ننسى قصة بقى الرطوبة يعني ما حاش هيستحمل الكلام ده يعني خلاص عدين لا 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 خلاص اه فالرغبة هتعدي تكسر ده يعني دايما كان يقولك ايه فيه وقت كده لما تحس نفسك مش موجود لازم تروح قارس عليه قارس القارس دي تعديك التعب تعديك الحتة دي في ناس ما بتعرفش تعديها فبتقف خلاص شكرا لازم تروح قارس قارس اللي فوق التعب شوية عشان تروح معدي والدنيا تمشي فاحنا محتاجين القارس دي في المطش ده واتوقع ان بعد اللي حصل والالابان اللي حصل في مصر اللعيب مش هيبقى عنده فرصة ان هو يتدلع يعني بالمناسبة كابتر ريدا وانت كده هل اللاعبين بيبقى عندهم الرؤية اللي انت بتتكلم فيها دي ان انا بشوف ان فيه قلبان في مصر طبعا انا عارف ان طبعا مسلا باللناز يعني وانت بص ومهما طلع اللعيب يقولك ما بتقصرش بيتقصر بس الفكرة انت بتقصر ايه لان احنا بنقادمين لو جالك تليفون انت هقولك حاجة احنا عادين اهو بنتحك لو جالي رسالة ده ما عجبتنيش هتدايق بس الفكرة بقى ان انت هتعمل لغاية امت ستوب امت يعني هل صلاح لما بيتهاجم ما بيزعل هو طلع يقولك بس بتزعل بس هو بيعمل شكرا ويكمل في شغل اللي بعده اللي بعده انت عندك لعيب المصر لقى شوية عشان احنا ما عندناش حتة الشغل اللي بعد زعلان منك شوية وممكن تليفونات ويومين ويثلاثة ويغعتبك ويلومك وانت قلت كده ليه وانت عملت والموال بيبقى جبيل شوية عندنا في اللعيبة في مصر وبياخد وقت انما اللعيبة المحترفة شوية عشان بيشتغلها لحتة النفسية وحتى انت لازم تعدي ولازم فيه ازمات في حياتك ده مهم جدا اللعيب يعدي الكلام ده انت عارف سبب من اسباب النجاح اللعبين الكبار اللي انت بتتكلم فيه انه هو اه بيزعل وكل حاجة ولكن بيعمل الكت بتاعه ونقطه من اول الصد ولازم الفكرة في كلها ان انت حياتك الشخصية اللي هي بره الكور عاملة ازاي انت لازم تبقى فاهم ان الحياة اصلا فيها عقبات موجودة الحياة فيها صراعات موجودة الحياة فيها ناس هتعطلك الحياة فيها ناس هتوقفك طول الوقت على فكرة ده موجود لو انا مقتنع ان ده موجود ما مهما يحصل ما خلاص ما نعرف نوع جاي نعم احنا مشكلتنا ان احنا بنتفاجئ ان الحياة كده لا هي مش كده هي كده هو الصراع والمشاكل هي موجودة والناس بتشدك لتحت ده موجود وناس ما بتحبش الخر فيه ناس ما بتحبش الخر لحد اه ده موجود طبعا في الموجودين وفيناس بتهاجمك من باب الهجوم فانا لو انا عارف ان ده اصلا موجود في الحياة وفي الدنيا خلاص انا هعدي الازمات دي بسهلة جدا انما في ناس بتحس انها بتتفاجئ انتو بتهاجمون ليه انتو بتلعب كور انت عايز الى النهور انتو بتزلت كده انت عايزه اه ومين اللي حطك فوق يعني انت النهاردة في وقت ملقات لما جمهور الاهل لما بيقفش على اللعيبة انتو بتزعلان ليه لما انا انا بتلعك السماء فلما انا بتلعك السماء بقى جميل ولما نزلك الارض تزعل من انا لما اقول لي لعبت اخد على بعضها لعبت اللي قال لي كده ما بنتقبل مقابلات شخصية يعني ما بقعد معين بقلهم ما يقول لهم يا كابتن احنا شدين علينا الجمهور قلهم يا جماعة هو مين اللي خل الجمهور يشد عليك الجمهور هو اللي حطك في سبع سماء فبالتالي من حقه يحطك في سبع ارض بالزبط فلو حطك في سبع ارض اصبر يا اخي شوية لانه في ثانية واحدة بيرجعك سبع سماء تاني وحتى لما بيطلعك في سبع سماء هو مش بيطلعك كده هو بيطلعك عشان انت عندك امكانيات هتوديني هنا صح لما أنا النهاردة الامكانيات دي ما بتزهراش او بتبخل علي كنادي نادي راهلي مثلا ما انا مش هسيبك مش هسيبك من الله لا بنهزر ومين بقى من وجهة نظرك اللي بخلان في المنتخب مصر لأ المصر اللي فات كله ايوة لا يا مفيش ما بستثنش بحد في المنتخب مصطفى محمد يعني استثناء مصطفى محمد اللي بيحاول طول الوقت صراح حتى لو مش موفق خلي بالك في فرق ما بين عدم التوفيق والمحاولة هو على طول بيحاول بيجري وبينهش هنا وبيجري هنا وبياخد من هنا يعني فيه فرصة جده يعني هو الاستلامة بس بدل ما تبقى لبرا لو خدها لبرا لجوة خلاص اه شكر